هذه أبرز العلوين بعد عودته من الإصابة الدولي المغربي عبد الرزق حمد الله يتغلق خبرا صادم مع فريقه الجديد الشباب انهيار لاعبي المنتخب المغربي بالبكاء بعد الإقصاء من موندر أسباكستان ضد المنتخب البرازيلي رايان أزواغ حارس مرمى اتحى الطنجة يدخل تاريخ الدوري المغربي كأصغر حارس مرمى يشارك في مباراة رسمية بالبطولة الإعلام البرازيلي يعترف بصعوبة وقوة المنتخب المغربية في مونديال أسباكستان قبل ما نبدأ ما تنساش تشارك معنا في القناة تفعل جل جرس بشوصلك دائما أخبار المغرب لم يستطع الدولي المغربي عبد الرزق حمد الله مهاجم فريق نادي الشباب السعودي حضور مباراته أمام الرائد ضمن الجولة من دور الرشان السعودي لكرة القدم حسب الصحيفة الرياضي السعودية فإن سبب غياب الدولي المغربي عبد الرزق حمد الله عن لقاء الشباب السعودي والرائد أتى بسبب تعرضه أخيرا إلى كدمة في الفخيدة وإن ضم الدولي المغربي عبد الرزق حمد الله إلى صفوف نادي الشباب السعودي في المركات الصيفية المنصرم قادما من نادي اتحاجد السعودية في المركات الصيفية المنصرم ويفتتح سيجي له التهديف بقميس الشباب في دور رشان السعودي ضد التعاون في الجولة الرابعة انهار لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة سوفيا المزرار أقبل خسارة ماما البرازيل والإقصاء من دور ربع نهائي كأس العالم للفوتسال رصدت عدسة الكاميرا سقوط مسرار وبكائه حصلة على الإقصاء ونهاية مشواره في مونديال الفوتسال بأوز باكستان مقابل تدخل زملاء المدرب هجامد كيك في محاولة لمواساته في هذه المحنة أظهرت مقاطع الفيديو تدخل مدرب المنتخب البرازيلي الذي توجه إلى قائد الأسود وحاولت هديئته ومواساته في دل الحصر الكبير للنجم المغربي سوفيا المزرار وبكائه جراء رغبته في الاستمرار ومواصلة المغامرة بالمونديال لتامش وراء وسود الأطلس في المونديال الفوتسال بأوز باكستان بعد خسارة إنقاذوا لها بثلاثة أدف مقابلة واحدة في المباراة التي قدم فيها المنتخب المغربي كل ما لديها لإجتناب السقوط دخل رايان أزواغ حارس مرمى فريق إدحى الطنجة تاريخ الدوري المغربي بعد مشاركته مساء يومه الأحد في مواجهة الفتح الرياضي لحساب الجولة الرابعة مهن الدوري البطولة الاحترافية وبات أزواغ حارس مرمى المنتخبة المغربية الأقل من 17 سنة أصغر حارس مرمى يشترك في مباراة رسمية بالبطولة المغربية عن سن لا يتجاوز 17 سنة شارك أزواغ في هذه المواجهة كبديل الحارس بدر الدين بن عاشور والذي تعرض الإصابة قبل أن يتم استبداله بالحارس المنتخبة الفتيان خارج مدرسة نادي اتحاد طنجة تمكن الرأي أزواغ من تقديم أداء جيد بعد تدخل في العديد من المناسبات أمام هجمات اللاعبية الفتحة وصد المحاولات كانت سانحة لتجيل وهو ما سهم في تفادي استقبال ممر فارس بوغاز للأهداف في هذه المواجهة كان مدرب اتحاد طنجة هلال طير قد ألحق الحارس رايان أزواغ بالتدريب الفريق الأول خلال مرحلة الأيام من الموسم الماضي قبل أن يقارع استعانة بخدماته كحارس تاني هذا الموسم أجمع الإعلام البرازيلية على أن المنتخب الصمب قد تأهل بشق الأنفس إلى النصف النهائي كأس العالم لكرة القدم داخل القاعة بعد أن واجه مقاومة شرسة من المنتخب المغربي في مباراة الربع النهائي والتي أقيمت يوم أمس الأحد وكشفت صحيفة إسبان البرازيلية المباراة أنها أصعب اختبار للمنتخب البرازيلي في البطولة العالمية حتى الآن مؤكدا أن الأسود قد داغطوا بقوة على البرازيل في البداية مباراة مما أظهر صعوبة مهمة أمام حامل اللقب أضفت الشبكة أن البرازيل تمكنت من تجاوز هذه الصعوبة بفضل خبرته وقدرته على التعامل مع الضغط من جهته أكد موقع أولى البرازيلية أن المنتخب البرازيلي تحمل الضغط ونجح في الفوز على المغرب وتأهل إلى دور النصف النهائي وأشار الموقع إلى أن بداية مباراة كانت متوثرة وأن المنتخب المغربي فرض سيطرته على مجريات اللعب في حدود الدقيقة الأولى مما أبدى صفوف البرازيل وأربكهما وتعتبر هذه التصريحات شهد على المستوى المميز الذي يقدمه المنتخب الوطني المغربي لكرة الخدم داخل القاعة والذي بات يعتبر منافسا قوي للمنتخبات الكبرى في العالم وأصبح من بين الأفضل للمنتخبات العالمية على مسوء كرة الصعلة يشهد مشهد الكروي المغربي تحولات محتملة مع اقتراب معسكر المنتخب المغربي في شهر أكتوبر القادم في هذا الصدد تشير التقارير الصحفي إلى أن أضم صينة الظاهر الإيصر لنادي تورينو الإيطالية بعد تقاربا من استعادة مكانه في تشكيلة وصول الأطلس الرسمية وقد عزز هذه التوقعات الأداء المميز الذي يقدمه اللعب المغربي أضم صينة مع فريقه هذا الموسم حيث شارك في جميع المباريات كأساسي واتبت جدرته كركيز أساسي في خط دفاع تورينو عودة مصينة المحتملة إلى المنتخب المغربي تضع علامة استفهام حول مستقبل يحيى غطية الله الظاهر الإيصر الجديد لنادي الأهل المصري والذي كان يتنافس على نفس المركز فمع عودة مصينة وإستمرار التألقه يصبح المنافس على المركز الظاهر الإيصر أكثر شرسا أكدت المصادر المقربة من المنتخب أن مصينة قد تم ضمه إلى قائمة موسوعة التي أعدها المدرب الفني وليد الرقرقية استعدادا لمباراتي إفريقيا الوسطى في أكتوبر القادمة وتضم هذه قائمة أسماء لامعة أخرى مثل أدم أزنون، نجم نادي باير ميونخ الألماني وزكريا الوحدي لاعب نادي جينيكا البلجيكي مما يشير قوة المنافسة على المراكز الأساسي في المنتخب المغربي بالإضافة إلى الوافد الجديد على المنتخب المغربي أسامة صحراوي الذي قرر التخلي عن جنسيته النرويجية واختيار تمثيل المنتخب الوطني المغربي بشكل رسمي قبل ما نبدأ لا تنسى تشارك معنا في القناة وتفعل جرس باشي وصلك دائما أخبار المغرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر